اشتركوا في القناة اهتمام للإعلام والصحافة على مستوى العالم أخبار مهمة بتشوف القيمة التسويقية لانتقال اللاعبين بيبقى فيه مفاجآت نجوم كبيرة ممكن تنتقل من نادي لتاني شوفنا حتى في الدوريات الأوروبية أسماء كبيرة انتقلت من نادي لتاني في بيريال وبرشلونة واليونيتد وليفربول والسيتي كل ده موجود ولكن تيجي عند الأهلي ترى الأمر مختلف ليه عم الحج الأمر مختلف على طول الناس تطلع تقولك مبادئ وقيم الأهلي واللي بيتكلم أساسا مش أهلاوي مالوش علاقة بالأهلي لهو مشجع للأهلي ولا هو حتى إعلامي منتمي لمنظومة الأهلي ولا حتى إعلامي بيطلع يتكلم عن الأهلي حتى بشكل كويس وهو بطل إفريقيا وبحقق بطولات وتاريخ الإعلامي يعني الحمد لله يعني احنا عارفين تاريخه محفوف دايما بالمخاطر كل الأضايا اللي بيتكلم فيها أضايا خاطئة وكل تاريخه كله مشاكل ولكن دايما يطلع يقولك مبادئ وقيم الأهلي كلام ده بنشوفه كل فترة مع سوق انتقالات ومع قرب الأهلي من تحقيق نجاحات على جميع المستويات على فكرة سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى الفني سواء على مستوى البطلات نينة كأس سوبر كأس مصر فوز بدورة أبطال إفريقيا ساعات قليلة إن شاء الله وتبقى الخماسية والأهلي يفوز بالدورة العام فمع قرب كل فترة انتقالات دايما ومع قرب اندمام صفقات جديدة أو الأهلي يبدأ يشتغل للتحضير للمسلم الجديد تلاقي دايما كده تطلع ناس تانية ومسؤولين أندية تانية يحاولوا مش يحاولوا ده بيتكلموا على تشويه سوابت وقيم ومبادئ النادي الأهلي أنا مش عارف بصراحة وهم عارفين يعني أنا مش عارفهم عايزين إيه وفي نفس الوقت هم مش عارفين إيه وزي الأهلي يعني أنا قادر إن كان بحاول بس أختار المعاني اللي ممكن طليق بالمكان اللي احنا فيه لأن احنا على فكرة احنا منمثل النادي الأهلي إعلام الأهلي هو جزء من منظومة الأهلي ولكن هم مش عارفين يبقوا زي الأهلي مش عارفين يكسبوا بطولات مش عارفين يعملوا تخطيط مش عارفين يعملوا استراتيجية مش عارفين يبقى عندهم يعني استقرار إداري مش عارفين يعملوا يعني إيه ميزانية مش عارفين يعظموا قيمة ومكانة النادي اللي ممكن ينتموا ليه ولكن دايما بيحاولوا يشككوا والتشكيك ده الهدف منه ان يوصل ده لجماهير الاهلي بس على فكرة جمهور الاهلي عارف كويس جدا ان الناس اللي تتكلم دي يعني التاريخ الحمد لله زي ما بقولي يعني تاريخ مشرق بالمواقف الكتير اللي الناس عارفة هي بتطلع بتتكلم بهدف حتى لو بتتكلم في اماكن محايدة ما اخده بالكو هي الفكرة ما بقيتش اللي انا اطلع دلوقتي في المكان المباشر واوجه بكلامي بشكل مباشر واعرف اوجه واقول انا هنا بمثل مين لا ممكن اطلع في مكان محايد واوجه الرسالة اللي انا عايز اقولها بس هو ماسك العالم وبيشجع واضح قوي ولكن طبعا الناس دي مش منتظين احنا نعرفهم وهو الاهلي انا كل كلامي يهمين ان اتكلم مع جماهير النادي الاهلي الاهلي منظومة منضبطة ومحترمة ومحترفة ليها قواعد صارمة بتطبق على الجميع اي حد بيشتغل في النادي الاهلي عارف ان في قواعد بتطبق على الجميع وفي اجيال كتيرة اجيال كتيرة لعبة في اماكن مختلفة مش اقول مكان واحد يعني عشان برضو ايه محدش ياخد الكلام على نفسه لعبة في اماكن مختلفة بس لما دخلت وانضمت للاهلي التزمت بالمبادئ والقيم والثوابت ودخلت في منظومة العمل الاحترافية للنادي الاهلي لا بتسمع لها مشكلة ولا بتسمع لها ازمة ولا بتشوف لها صورة ولا بتشوف لها صهرة ولا بتشوف الكلام ده خالص بالعكس اول ما بينضموا للاهلي والتاريخ طويل مش عقول اسماء بس التاريخ طويل والناس عارفة سواء دلوقتي او قبل ثلاث سنين او قبل عشر سنين او قبل عشر سنين او قبل عشرين سنة او قبل تلاتين سنة فاحنا مش محتاجين نتكلم على الاهلي هيعمل ليه في الصفقات ولا هنشكك حتى في صفقات الاندية المنافسة عمرنا مطلعنا تكلمنا على صفقات الاندية المنافسة ما بنشغلش نفسنا بحد تاني ليه؟ لان احنا الحمد لله عندنا مش هتكلم على التاريخ بس عندنا يعني شغل كتير ممكن نتكلم عنه ونبروزه ونشرحه ومعلومات وداتة كبيرة جدا ممكن نتكلم فيها عن النادي الاهلي ايما بنتكلم عن افتاح فرع جديد ايما بنتكلم على بطولة ايما بنتكلم على تخطيط مباراة ايما بنتكلم على معلومة هم الاهل وجمهير الاهل في الفيفا او في الكاف عندنا الحمد لله عندنا حيات كتيرة ممكن نقولها عشان كده عمرنا ما بنروح لاندية المنافسة لان طالما انت جدول اعمالك ما ليه بالانجازات هتقدر تتكلم وتشرح وتقدر تملى الهوى بتاعك بكلام يفيد جماهير الاهلي ومفيد كمال لجماهير الكرة المصرية اللي ما عندهش حاجة اكيد هيشغل نفسه بحاجات تانية بس لما يشغل نفسه هيشغل نفسه بمين بفشلة لا اكيد هيشغل نفسه بالناس النكحة فطبيعا هيتكلم على الاهلي بس لما تتكلم على الاهلي اتكلم وقول النتائج اللي موجودة واتكلم وقول مش هتقدر منجواك تستحمل وانت بتقول ده خلاص شوف لك ملف تاني تكلم فيه بس ما تجيش على ملف يخص الاهلي وإدارة الاهلي وتعاقدات الاهلي وجماهير الاهلي وتلعب في مبادئ وقيم وثوابت محدش فينا هيسمح لحد ان يتكلم فيها تاني لان اللي تكلم فيها قبل كده تخطى الخطوط الحمراء وللأسف كان كلام كتير كله غلط يا راجل ده طلعوا فترة كان يقول لك ايه لعيب جاي يقول لك ده عنده وصابة مزمنة لعيب تاني جاي يقول لك ده عنده فيروس لعيب جاي يقول لك ده مسنن لعيب جاي يقول لك ده الاهلي خطفه هو مش قادر ينجح مش قادر يشتغل مش قادر يخطط ما عندوش كمان فكرة العمل المؤسسي فكرة الوان من شو مش في الاهلي بس فكرة الوان من شو في مكان تاني بس عشان هو في مكان تاني ومش قادر يبقى زي الاهلي فيقول لك إيه؟ ده اللعيب اللي جاي ده عنده فيروس خد بالكم يعني محركات البحث على جوجل لو دخلت وشفت اللي بتكتب عتلاقي مين اللي كان كتب الكلام ده قبل كده هو دلوقتي بيطلع وبيتكلم قالك لعيب في الآلي أجنابي كان جاي عنده فيروس هو دلوقتي موجود وبيطلع يتكلم ويقول لك ده الآلي جاب لعيب مثلا عنده وصابة مزمنة ده الآلي خطف لعيب ده الآلي كذا هو هو الكلام اللي بيتردد على مدار السنين بس لما تشوف النتيجة انت بتنجح وهو بيفشل لأنه هو شاغل نفسه بيك في يا جمهور الأهلي لما تسمع حد بيتكلم عن المبادئ والقيم والثوابت أكيد هتسمع من واحد أهلوي قوي يهمه مصلحة الأهلي قوي لأنه ده ممكن تسمع منه تفهم منه كلمة عايز يقول إيه فتقتنع وهيتكلمك على التاريخ الأهلي لكن أي حد تاني عايزك دايما ياخدك في سكة لا ده الآهلي بيخطف لا ده الآهلي جايب لعيب عنده أصابة مزمنة لا ده الآهلي جايب لعيب عنده فيروس طبعا الكلام ده كله احنا عارفين التاريخ كل اللعيبة اللي اتقال عليها الأسماء دي كلها كانت معلومات غلط وعلى فكرة لو سألت